هل كل رئيس أمريكي بيجي لازم يفوز باللوبي الاسرائيلي أو الوبي اليهودي في الأول يعني بحيث دايماً دي خطوة أولى لازم يعملوها لا مش هكون صدم لحضرتك الصوت اليهودي مش مؤثر عكس ما هو شائع يعني هو ليه تأثير في دواير معينة في بعض الولايات اللي احنا بنقولها اللي هي بترجح نسب الفوز طبعاً زي ما حكي عارفة فيه سبع ولايات دي في سوابت أو معاتلات العملية الانتخابية هي اللي تنجح أي رئيس بسبع ولايات رئيسية المتأرجع لها بتدي الأصوات مش العائمة الأصوات اللي هي الكتل الصلبة المباشرة الصوت اليهودي عكس ما هو شائع طبعاً إيباك كبرى منظمات اليهودية في الولايات المتحدة لا تأثير لشك في الميديا وفي وسائل الإعلام وفي كل حالة لكن مش بالشكل الضخم إنها تدي الصوت وهم يصوتوا تقليدياً أو في المعطيات الرئيسية للديمقراطيين لكن هو ترامب بيحاول يستقطب شرائح منه زي ما حضرتك بقى أنا عدة أشر نقول الجاليات العربية والإسلامية لها تأثير لا هي ملاش تأثير كبير يعني الرقم الأساسي في عملية الفوطن مش كبير فآه هم ليهم ليهم نفوزهم وتأثيرهم إذا مين ليه تأثير التأثير هي طبعاً فيه شرائح في المجتمع الأمريكي اللي هي الكتل الصلبة حضرتك إن الحزب فيه معاقل تصويت للحزبين تقليدياً في أي انتخابات أمريكية بتدي الصوت لحضرتك بصرف النظر عن حضرتك بتقولي إيه في الحزب فدي اسمها الكتل الصلبة الولايات الرئيسة اللي هي تدي لحضرتك وترجح تدي الدكتور محمد ومتديش طارق دي الكتل الصلبة لكن فيه حاجة بقى اسمها الكتل العائمة أو فيها لحالة سيولا اللي هي لا ترجح ده لأنه فيه مشاكل طبعاً متعلقة إذا ما حك عارفها في المجمع الانتخابي النظام الفيدرالي الأمريكي نظام عطيق في كل انتخابات نتكلم يا دكتور محمد نقول هم عايزين نسلحوه وفيه طبعاً مشروعات تطوير كتيرة جداً وفيه دكتور طارق الولايات متأرجحة دائماً وغيره من الأنماط الخاصة بالعملية الانتخابية الأمريكية لو رجعنا مرة تانية لمناظرة الأمس أو اللي انتهت منذ ساعات قليلة فيما يتعلق بالمنطقة بالشرق الأوسط وأكيد حابين نتعرف أكثر على رؤية البرنامج الخاص بكاملة هاريس ودونالد ترامب فيما يخص الحرب الدائرة الآن على غزة شفنا برحة كلمة مباشرة لدونالد ترامب اتهم فيها كاملة هاريس وقال لها أنت تكرهين إسرائيل وإذا فازت كاملة هاريس ستختفي دولة إسرائيل خلال سنتين هل هناك اختلاف فعلاً في الرؤية ما بين كاملة هاريس ودونالد ترامب فيما يتعلق بالحرب الدائرة الآن في غزة وملف القضية الفلسطينية يعني شوف هو إجمالاً حاجة طور محمد السيدة هاريس أقول لك حل الدولتين أو فكرة حل الدولتين أو مقربة حل الدولتين الحزب معروف تاريخياً حزب ديمقراطي بيؤيد فكرة حل الدولتين ويؤيد بطبيعة الحال وقف الحرب في غزة وعدم السداف المدنيين خطاب جيد في شكله الرئيسي جيد لكن على الأرض مختلف يعني حضرتك شوفت أن الرئيس الأمريكي راح إسرائيل القادة الأمريكيين أغلبهم راح وأعداء سينة ترزوم ساعدينهم راحوا على إسرائيل وتأمين أمر إسرائيل والمخصصات جزء بس هو منه مرتبط ببعض النقاط المخصصات المالية الكبيرة يعني هو بيتكلم أما جاء إدو الـ 20 مليار دولار خلال الأسبوعين الماضيين لإسرائيل والأسلحة المعطلة والشاحنات المعطلة حطوا نقطة حسن استخدام الزخائر والمقذفات في مصارح العمليات يعني هو بيتكلم على المدنيين لكن هو أداله قائمة تحفزية كمه صحيح مش بهدف المفاوضات أو أنه يدفع إسرائيل المفاوضات لا ده الكزام لأنه احنا تملي نقول برضو من سوابة العملية الانتخابية نقولك أنه إسرائيل قضية لا محل فيها للتجاذب حضرتك ما بين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس ومجلس الشيوخ يعني لا يكون هناك تجاذب أو تباين في الدعم أو شكل الدعم سواء كان عسكري أو سياسي أو ما إلى ذلك لكن الديمقراطيين لديهم رؤية ومقاربة حقيقية لفكرة حل الدولتين إذا جاء ترامب الناس فهمت ترامب النسخة القديمة لا صحيح النسخة الحكم لكن طبعا هو مش هيجي يكمل حد حاجة اسمها صفقة القرن ده هزيان مش هيحصل ده هو النهاردة بيعتمد هو نضج سياسيا بالمناسبة يعني بصرف النظر عن فكره الفوضوي واليمينية المتطرفة والكلام اللي حضرتك هو الشعبوية الكبيرة في أمريكا هو النهاردة لا هو النهاردة بيعتمد على مراكز أبحاث في 3 مراكز باحثية في أمريكا هو بيشتغل معاهم مراكز باحثية صعدة جديدة باحثين من جيل الوسط بيتكلموا على أفكار جديدة الشرق الأوسط اللي حضرتك سألت فيه هو ده المهم بالنسبة عنا أنه بيتكلم على مقاربات جديدة للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط إنه إنهاء الحرب في غزة تأمين المصالح الأمريكية استئناف موضوع التعاون الإقليمي في الشرق الأوسط أنه يبقى فيه شرق أوسط جديد بتحكمه ضوابط الاستقرار والمصالح الأمريكية العليا لكن هو ما بيقربش من موضوع سحب مثلا القوات الأمريكية أنت عندك النهارة 40 ألف جندي أمريكي عندك تحرك عسكري كبير جدا في الإقليم في الحملة الانتخابية وحتى المناظرة لم يقترب من هذه الأمور يعني هرب منها أن القوات الأمريكية تتعامل معها إزاي لـ 40 ألف دولار هيروحوا فين الحضور الأمريكي العسكري اللي في الإقليم الكبير هتتعامل فيه هرب من هذه الأسئلة